موسيقى 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 لجائحة كوفيد-19 108 مليارات دولار سنويا لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية وهنا تبرز أهمية هذه الاجتماعات ودور بنك التنمية الإفريقي في توفير الحلول التنمية الملائمة لاحتياجات دول القارة التي تحقق المعادلة الصعبة بين توفير التنمية الضخمة اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب وخفض مخاطر هذه التنمويلات من جانب آخر عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة تحفز المؤسسات التنمولية متعددة الأطراف على ضخ المزيد من الاستثمارات في شرايين الدول الإفريقية كما اغتنم هذه الفرصة لدعوة المؤسسات التنمولية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض ملسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفجة ومتوسطة الدخل على حد سواء خاصة في ظل تصاعد تكلفة الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من إعكاسات سلبية على الموازنات المالية لتلك الدول السيدات والسادة إن إشكالية التغيرات المناخية وتداعيتها السلبية لا تنحصر في نطاق دولة دون غيرها أو إقليم بعينه وأنما هي قضية وجودية ينبغي أن تأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية لجميع دول العالم وعلى عكس ما قد يعتقده البعض فإن الإنعكاسات السلبية للتغيرات المناخية تتزاير على الدول الأقل نموا وهما يظهر بوضوح في دول القارة الإفريقية حيث تؤدي هذه التغيرات إلى ارتفاع معدلات الجفاف واتساع رقعة التصحر وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية وتشير التغيرات لأن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط في دول القارة الإفريقية أدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها سبعين مليار دولار طالا عن تسببها في خفض نمو الإنتاجية الزراعية للقارة بنحو 34% وتقدر الاحتياجات التموالية لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في إفريقيا بنحو 3 تريليون دولار حتى عام 2030 وفي هذا الصدد تقدر الإشارة إلى النتائج الإيجابية لمخرجات وتوصيات قمة الأمم المتحدة للمناخ كاب 27 التي ترأستها مصر العام الماضي ويأتي في مقدمتها الاتفاق على إنشاء صندوق مخصص لتوفير التمويل التمويل اللازم لتعويد الخسائر والأضرار للدول المتضررة من الفيضانات والجفاف والكوارس المناخية الأخرى السيدات والسادة إن معطيات الواقع الاقتصادي تفرد ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاطلاع بدور أكبر في توفير التمويل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة مع تكسيف آليات استخدام مصادر الطاقة النظيفة وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لذلك وفي هذا الإطار تولي مصر اهتماما بالغا بالبعد البيئي حيث أزارت الحكومة المصرية عام 2021 الإصدار الأول من دليل معيير الاستدامة البيئية تحت مسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر وذلك بهدف توفير الإرشادات اللازمة لدمج معيير التنمية المستدامة في الخطط التنموية بما ينعكس بالإجاب على جودة الحياة وعملية التنمية ومما لا شك فيه أن فعاليات النسخة الحالية من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي تمثل فرصة متميزة لتبادل المعرفة والخبرات وتوفير الدعم الفني اللازم لمواجهة تدعيات التغير المناخي ما طرح أجندة واضحة وفقا لجدول زمني لتحديد سبل وآليات التعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها دول القارة الإفريقية وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ديوفة مصر الكرام ختاما وجد الترحيب بكم جميعا وأتمنى لكم التوفيق في هذه النسخة من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي الذي أتوجه له بالشكر على جهوده الملموسة في تمويل المشروعات التنموية في مختلف أنحاء قارتنا والتي تجعلنا نتطلع للمزيد من الشراكات الناجحة مع المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف لتحقيق تطلعات شعوبنا نحو النماء والتقدم والازدهار شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر